سلام شباب بدي أحكي عن موضوع التعريفات الطابعة خصوصا الناس اللي بيعانوا من موضوع التعريفات الطابعة على جهاز الكمبيوتر بدهم يغضوا نسخة من هذا التعريفات ويحفظها على فلاشة حتى بأي لحظة من اللحظات يعمل ثورمات أو الجهاز يتعطب لأي سبب يكون في عنده باكب أو نسخة احتياطية من التعريفات اللي خاصة في الطابعات لأنه زي ما بتعرفوا تعريف الطابعة شوي بيغلب لأنه في بعض الطابعات بتتعرف على البورت أو سيريال نمبر أو بيكون فيه سي دي وهذا سي دي بيكون ضايع فإلى آخره من هاي المشاكل اللي بتواجه المستخدمين فالذلك رح نحكي عن موضوع أنك تأخذ نسخة من التعريفات الموجودة على جهازك كاملة أو بشكل خاص التعريف اللي بدك إياه سواء لكرت الشاشة أو للطابعة هذا الفيديو للطابعة كيف تأخذوا على فلاش وتستخدموا بأي وقت أنت بدك إياه هذا الفيديو رح أشرح فيه هذا الموضوع بالتفصيل برنامج كثير سهل وخفيف ومجاني وما رح يأخذ معك أي وقت وشي كثير سهل أي حدا بقدر نعمله خليك معي وتابع استخدم وندوز أصلي على جهازك من VIB CDK Deals ابحث عن وندوز 10 برو استخدم كود الخصم M2T بعد عملية الشراء بتأخذ كود التفعيل من طلبات الشراء وبتروع على إعدادات التفعيل في الوندوز بدخل الكود هون وهي يكتمل التفعيل الروابط في صندوق الوصف البرنامج رح أستخدمه الآن رح تلاقي رابط التحميل الخاص بهذا البرنامج في وصف الفيديو انزل وحمل هذا البرنامج تحميله كثير سهل بس يتحمله رح تلاقي عندك هاي الملفات انت بحاجة لا الملف اللي بنتهي به DD أو اسمه DD بتفتحه بهذا الشكل هذه هي واجهة البرنامج بهذا الشكل انت بس تشوف هذا الابليكيشن ردي هيك شايفها بكون البرنامج جهاز للشغل بتكبس علىه باككب هاي نسخة الاحتياطية بتكبس علىه باككب تمام الآن بيحكي لك اختار النظام التشغيل ما عليك انت تختار scan current system اذا جهازك بالعربي اختار فحص النظام التشغيل الحالي بتكبس عليه هذا المكان الان بيطلع على كل التعريفات الموجودة عندك على الجهاز انت شو بدك بدك بس تعريف الطابعة فبتيجي هون على هاي الاماكن كلها او التعريفات كلها بتختار نوع الطابعة اللي موجودة عندك على الجهاز انا الطابعة اللي موجودة عندي هي من HP خلنا ندور عليها مع بعض هاي هذه هي شايفين هو اصلا معلم لي عليها معلم على الأشياء المهمة هذا هو شايف وليكن انه ما بدك غير الطابعة بس بتعلم على الطابعة وبتشيل البقية هاي الـ HP LaserJet MFB هاي هذا هو اسم الطابعة بشكل كامل بس تختار عليها بتكبس على شو تكبس على backup now اللي هو نسخة احتياطية الآن بحكي لك وين بدك تحتفظ بهاي النسخة الاحتياطية وين بدك تحفظها تيجي تحكيله تحفظ لي ياها مثلا يا انك بتكون بتحط فلاشة في الجهاز او بتحفظها على الديسكتوب على سطح المكتب بتكبس على ثلاث نقاط هذول وبتيجي على سطح المكتب على الديسكتوب بتحكيله make new folder يعني اعمل نيو فولدر جديد تمام وبتعمل اوكي الان هاي رح يحفظهن الآن في هذا في الديسكتوب على نيو فولدر جديد بتكبس على اوكي بس الان رح ياخذ وقت هذا الوقت بيعتمد على قديش جهازك سريع او يعني قديش مورد الجهاز عندك رح ياخذ وقت يعني ممكن خمسة عشر دقائق ربع ساعة ثلاث ساعة في بعض الاحيان اعطيه وقته حتى ينتهي من هاي العملية كاملة بس يخلص من شغله كاملا بتلاقي الملفات موجودة في المكان اللي انت حفظته وين هو المكان خلينا اعمل cancel خلينا اروح على new folder هذا هو وهي هي الملفات بتلاقيها موجودة في هذا المكان انت الملفات هنا بدك ايها اصلا انت لوقت ما بدك ترجع تنزل هذا التعريف عندك على الجهاز سوف تفتح على هذا البرنامج هذا البرنامج نفسك نسكره اخذك على الصفحة الرئيسية لهذا البرنامج نفتح مرة ثانية الان انت ما بدك انت ما بدك تعمل backup انت بدك تعمل restore اعادة بدك نعمل اعادة سوف تحكيل على restore restore هذا تحكيل yes من هون كمان مرة ثانية yes تحكيل restore مرة ثانية وتحكيل locate backup شو معناها معناها انت وين هي نسخة الاحتياطية الموجودة عندك على الجهاز وين موجودة حتى انا ارجع لك يا هذا معناها تكبس على locate up انت وين حفظتها حفظناها هون على other location تختار هذا الخيار الثالث وتكبس هون احنا حفظناها وين على الدسكتوب تكبس على okay okay من هون وبكبس على restore now هيا بكبس على restore now من هذا المكان هيا في هذا المكان وهذا الشكل تنتهي العملية كاملة وانت بتسترجع كل الملفات أو كل الملفات المتعلقة بتعريف الطابعة الموجود عندك على الجهاز البرنامج مجاني تنزيله يعني مباشرة بالرابط في وصف الفيديو انزل ثبته واكتب لي رأيك في التعليقات وإن عندك أي سؤال كمان اكتب لي كمان في التعليقات شكرا لك السلام عليكم